السوس الذي ينخرج سد اليمن وصل إلى قوت شعبه الصور كشفت أن ميليشيات الحوثي لم تكتفي بمنع وصول المساعدات لمستحقيها وتحويل المدارس إلى مخازن لها بعيداً عن المنظمات الإنسانية بل تركتها حتى فسدت صور دعمتها وثيقة تخاطب فيها ما يسمى هيئة تنصيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث هيئة للجودة أكدت وجود كميات فاسدة من البقوليات والمواد الغذائية في مدرستي المعتصم والشامي بأمانة العاصمة صنعاء خلاف حول مصير المساعدات التالفة نشب بين مشرف الحوثي وفقاً للمصادر التي أكدت وجود نية لديهم لبيع تلك الكميات في السوق السوداء لصالح قيادات في الميليشيات حتى المساعدات التي تعبر موانئ الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيات تواجه عراقيل عشرات الشاحنات محملة بمساعدة إغاثية وطبية خرجت من ميناء عدن وصلت إلى إب في طريقها إلى سكان مناطق سيطرة الانقلابيين لتحتجزها الميليشيات بل وتفرض عليها رسوماً جمركية على غرار السلع والمواد الغذائية والطبية التي تدخل عبر الموانئ في مناطق سيطرة الشرعية من مصطفى العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر